رصاص في البصرة وعبوات في الناصرية وصواريخ في أربيل أساليب مختلفة والفاعل واحد ولهدف واحد أيضا إنها الأجندة الإيرانية التي وجدت في العراق ساحة متقدمة لصراعها مع واشنطن أكثر من 14 صاروخا عكرت هدوء محافظة أربيل سقط عدد منها داخل مطار المدينة واستهدفت الأخرى المناطق السكنية في حي وزيران وشارع أربعين ليست هجمات روتينية كما هو الحال في باقي مدن العراق بل رسائل محمولة على صواريخ أسفرت الهجمات عن مقتل متعاقد أجنبي مع التحالف الدولي وإصابة آخرين بالإضافة لجرح عدد من المواطنين لكن الحصيلة السياسية للهجوم بدت أكبر بالنظر إلى التطور الميداني تضاربت المعلومات عن مصدر الهجوم بين نينوى والتأميم لكون المحافظتين ترزحان تحت سيطرة الميليشيات التي لم تتجرأ لإعلان مسؤولياتها عن الهجوم فأوكلت المهمة لتشكيل جديد باسم أولياء الدم زعم استهداف قاعدة حرير في أربيل بأربعة وعشرين صاروخة توقيت الهجمات توازى مع تحركات للميليشيات في سنجار حيث تمركزت في معسكر دوميز القريب من القضاء بإشراف من رئيس هيئة أركان ميليشيا الحجد أبو فدك المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية وفقا لمصادر مطالعة وبصرف النظر عن سيل الإدانات وبيانات الشجب التي تلت القصف كان رئيس الحكومة الحالي على موعد مع هوايته المفضلة بتشكيل اللجان فأوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بالهجمات تلك العبارة باتت تثير السخرية والتهكم لاتساع استخدامها من قبل الكاظمي تعليقا على ممارسات الميليشيات المرتبطة بإيران والأخيرة تبدو عجلة الخطى في سباقها مع واشنطن فعندما أمينت غضب ترامب بدأت تلوح برسائلها لبايدن الذي يريد تفاوضا جديا مع نظام لا يفهم سوى لغة صاريخ وتدمير البلدان